نوع الرابح مهم جدا نفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول ثقيا ذيون الصنف ويض أن ذي لي نفقة الجذوذ في الدريان دريان خطر ما يمثيون جد الدريان ذي وجيلين ورثني قابلين ذي الجذوذ الجديس جديس ذا مزوانو خطر أقول ذني ذا وجيل ورثي رفذان ورثي عقشان ورثي نفق الفلاس الجديس أكياني دينا الشرع لنت الأحكام نظم نغلعكس نفقة الفروع على الأصول نقصد نفقة الأحفاد على الأجداد والجدات إما يليون ذا مغار جيدة ساكوز جدس دريان سن إما موثن ورثي نارا ورثي نفق الفلاسن ذا دريان دريان وقد نسي ساوال ناجد دين أذوي قد ني إيجو جفف اللاسن باش أذنف قن أكا ولكن ذا شو سنت الموازين اللان تربع الموازين الميزان زوارهم حسب القدرة أي قدرة المنفق مرة أخرى نعود إلى هذا الميزان على حساب الزمار تبين أريد أن يفكر نفقة الميزان والسين حسب حاجة المنفق عليه أما ذا جدد سما ذا جيدا سما ذا ميس الميس أما ذا ميس قللي سما ذا يلي سنميس إلى آخره الميزان والسلاثة حسب درجة القرابة في الإرث على حسابك مقراب أخطر ميس الميح يزوار ميس قللي أميس الميح يزوار ميس الميس الميح مخالفا أما كنت ينظير مثلا كذا إيما يشقيق ذنسان يلقى يزوير ما أولا شيء إيما يشقيق إيما يسببك ميلا أميس الميس إيما سشقيق يزوار عميس في هذا التفاصيل ذا موازين دقيقة هذا الميزان يستوعب جميع الحالات لأن الإبن مقدم على إبن الإبن ليس مقدم في الإحتيان بشيارة ونبين كما أنه قدم في الميراث قدم أيضا في أداء الواجب وهذا هو المعيار وبعدين إبن الإبن مقدم على مثلا إبن الإبن وإبن الأخ الشقيق مقدم على العم الشقيق والأخ الشقيق مقدم على الأخ مجيات الأب أو من ثدوض تفاصيل تفاصيل ولكن كلها يستوعب هذا الضابط اللي هو حسب قد درجة القرابة في الإرث والمشارع الجزائري أصاب في المدى سبعة وسبعين حينما أشار إلى هذه الموازين المدى سبعة وسبعين استنباطا من الفقه الإسلامي الميزان الرابع هذا شوث ظروف المعيش ظروف المعيشة تختلف ظروف المعيشة الغالة وكذا إلى آخر كل هذه الظروف أنت على المعيشة تكشمد الاعتبار إذن هذه هي أربع موازين لهذا النوع اللي هو نفقة الأصول على الفروع أو نفقة الفروع على الأصول نفقة الأجداد على الأحفاد أو نفقة الأحفاد على الأجداد الأجداد